الاسرائيليين غير قادرين على التوقف عن الحرب المقاومة هتفضل مستمرة وبالتالي فيش حد هيتوقف عن الحرب الامريكان أصبحوا لا يملكوا إيقاف الحرب عمليا هي دي النتيجة على الأرض مش محتاجة زكاوة ولا على الأرض الامريكان مش قادرين يمارسوا ضغوط توقف الحرب الاسرائيليين لو عاوزين يرجعوا عن الحرب مش هيعرفوا المقاومة الفلسطينية لو عاوزة ترجع عن استمرار مقاومتها المسلحة ضد الاحتلال برضو مش هتعرف الموقف أصبح جامد جامد في حالة اشتعال وده شيء غريب جدا ما هواش قوي شبه الموقف الروسي الأوكراني ما هواش شبه قوي يعني هل القضاء بتاعة الأزمة الروسية الأوكرانية يتحلت لا بقالنا كتير بقالنا سنتين وشهره صح؟ من يوم 24 فبراير 2022 وإحنا النهاردة أهو تقريبا إحنا 25 مارس 2024 سنتين وشهر هل تحلت؟ ما تحلتش هل انتهت الحرب؟ ما انتهتش طب هدية؟ ما هديتش موقف جامد بس جامد في حالة اشتعال موقف الفلسطيني جامد في حالة اشتعال لكن أكثر تأزماً ليه؟ لأنه لا أحد يستطيع إيقاف هذه الحرب في روسيا وأوكرانيا ممكن ممكن بشروط كتير وبقصص كتير مش موضوعنا دلوقتي لكن الوضع الحالي على أراضينا الفلسطينية محدش يعرف الوقت في الحرب للأسف كل اللي ممكن يتعامل هدنة فاشتعال فهدنة فاشتعال فهدنة فاشتعال يبقى الحل إيه؟ سياسة مش حرب سياسة